أهلا بحضراتكم من جديد ويمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم مع طبعا الكابتن الكبير كابتن فؤاد عبدالسلام عن مباراة الأهلي والزمالك يعني في ستينات سبعينات القرن الماضي وكان الكابتن فؤاد عبدالسلام مدير فني النادي الأهلي وكابتن عزمي مجاهد كان مدير فني نادي الزمالك وكابتن عزمي راح له قبل المباراة قال له بلاش توقف احنا جمدين وهنكسابكم النهاردة اسمع ردك بقى ونتيجة المطشة كابتن فؤاد والكلام دوت الحقيقة كان معا أظن متحر عبدالسابور الإداري وقلت له أنا ما قدرش أتخلى عن نادي الأهلي حتى لو خسرت عزمي خلاص يعني أنا ما فيش حاجة في إيدي أعملها عزمي صعد الموضوع أمراه لله هو الله أرحمه ممدوح البكري قال له أنا عملت اللي علي ونبهت فؤاد عبدالسلام وممدوح البكري هو المعلق في التلفزيون اللي هيطلع على يزيع الموضوع هو اللي بيزيع اه وبعدين جاب نبيل شحاتا قال أنا قلت فقلت له شوف بقى عزمي احنا وصلنا كده إن أنا لا يمكن يعني هقدر أتخلى عن نادي الأهلي وقلع بكل قوة تحت أي بنت بس أنا بقى راجع من الخريج دلوقتي نتراهن قال لي كمان كمان ده أنت قال أنا بزحك تتراهنني تقول أنا خمسمائة دولار مني تمام لألف جنيه منك كنت جايب أكدت أنت بتحجد ده بقى شال الدولارات أكدت بالزبط بالزبط فهو فبتراهن بالدولار أبو كباتت قال لك فرصة لا ده مجنون ده مجنون يعني هو القوة مش متوازنة نعم بس عندك ثقة كان كان عندي ثقة مبنية على إيه الثقة دي أكدت مبنية على أن أنا في التاكتك أعلى منه بكتير جدا دي أنا كنت واثق فيها يعني كنت تفرجت عندي الزمالك قبل ما تلعبهم ولا سمعت أن لا أنا أساسا مدرب يعني ما فيش لعيب يعني يعني عصاب معاوض أخر فيرجان يا كابتن أخر فيرجان من الناس زمالك اللي شوفته جامت جدا بس إحنا ذاكرنا كويس كلام ده اللي أنا كنت بقوله لهاني مذاكرين صح اللي هو أنا كان عندي ولع في التحليل في اللي هو بيقوله عليه دلوقتي اللي هو الـ 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 تمام فأنا كنت فيها بشتغل كويس جدا وكنا بنشتغل مانوال فكاتت متعبة فعارف أصمع ورق والفورة بشوت زاوية فتوقف له الدفاع والبلوك يطلع يقفل إزاي اه التكيت على الإرسال عندي تمام كان أحمد شاموتي بيلعب إرسال صاح بس كنت قمنا في تغيير سيرف كلماتش بيطول كان من 15 ايوه بس كان في تغيير سيرف يعني تكسب مقطة يعني السيرف ما تخوضهش نقطة مقطة بزبط يعني كنا ممكن نقط ساعة بتغيير السيرف ده المهم أن الماطش دوت إزاي مالك طلع 2-0 كذبان 2-0 نعم 2-0 كمان اه كذبان 2-0 طب فاكر يا كابت النتيجة كام تهميني 15 كام لهميني ليه؟ لا يعني هم راكبين 15-8-57 لا مش فاكر بقى بقى هم راكبين 2-0 2-0 وأنا لم أفقد الأمل في لعبتي إطلاقا يعني إطلاقا عندي إحساس جوايا كده إن احنا يعني ريمونتادة هتيجي وحنقدر ريمونتادة بتغياتها مع فرقة زاديها كابتن والله هذه كانت فتحت خير جمده أول مضش ده بالذات لأن نهايته درماتيكية هقولك إزاي إيه اللي حصل لأن كان هيبقى فيه بعد كده مطش تاني في القاهرة طب أنا لو نفدت من ده هيكسبوني في اللي بعد تتعايي تكسب ست مطشاق فاللي حصل ست أشواط يعني إن احنا تك تك شوية بقوا من 2-1 خدنا الجيم تك تك 2-2 خدنا الجيم الرابع 2-2 2-2 دخلنا على الخامس جي بقى هنا في الجيم دوت حصل مشدة ما بين عصاب معوض ما بين الكابتن عزمي مجاهد رحمة الله عليه وما بين جابر عبد العاطي دون لعبت الزمالك مع مدير الفني بتاعه مع مدير الفني التوتر والضغط اللي عمل عزمي عمل سابستوشن وخرج عصاب معوض عصاب معوض سابوساب جابر كابتن جابر الله رحمه ايوه ساب جابر المهم ان هو رده وجهه يخرجه تاني بره ما عرفش ينزل ومالوش تغييره خلاص اللي بيخرج ايوه مالوش فهنا الدنيا ولعت في الوقت ده اللعيبة بتوعنا بقوا في عنان السماء خلاص نفسينا انت عليك اه انت ضاقت 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 اه خدنا الشروط الخامس خدنا الشروط الخامس وهنا خدنا المباراة يعني كان عبمان عمامورة فرحان وحسن حمدي الدكتور حسن حمدي كان عميد كلية كان رئيس الجامعة القاهرة كلها وكان معاهم على اسم الغالي الحبيب نعم على اسم الغالي الحبيب كابتن حسن حمدي رئيس النادي فالمهم الدنيا النور بدأ ينزل شوية فالولاد بعد المطيب رحوا سلموا على بعض جابر تكره ضارب احمد الشاموتي بالبنية فوضت رح جاي فخو حل جات فخو ودخو ده دكتور الله يرحمه خالد الشاموتي الله يرحمه هنا لانا شتنت ولا زعقت انا قلت ايه انا بفوض امر الله واروح لرئيس الاتحاد الدكتور حسن حمدي قلت له احنا لا يمكن هندخل اي حد ما بيننا دول كلهم مولادنا انا راضي بحكم الاتحاد والواقعة تكتب في الوسكورشيت تمام وده شتم شتي مجارحة جدا حصل احداث بعد المباراة وفيه ضربه والولد متعوش انا دلوقتي عايز عربيت اسعاف الحق بس الدكتور خالد الكلمتين دول قالك ايه الاخلاق الحلوة وعزم طبعا زعلان ومشي وساب الخناء خدش الالف جنيه لما وهم بقى اننا اننا وقفت جابر عبد العاطي ساعتها مش عارف 3-4 مطشوه فجابر قال اهو ده المدير الفني ده عامل حساب المطش اللي بعد اللي بعد انت باصس على الوردان انت جابر عبد العاطي لما ما العرش انت بتشيل من زي هاني رمز ما ما العرش المطش خط الدفاع تفتح فكده فكده احنا المطش التاني سهلنا على نفسنا وخط الدوري الله اكبر طب يا كابتن بس الالف جنيه فين دلوقتي انا اهم من الالف جنيه ان بقول لك الروح ليه بنحكي القصة دي في رمضان ان عزم ما بتخلص البطولة بيجي النادي الاهلي بيسجل الميديا بنسجل في النادي الاهلي عزم بيجي لي كابتن اصام معوض كان ضفنا في استوديو تحليلي في الروح الجميل نفس الكلام مع دكتور كمال درويش ايه الحلاوة دي وكمال درويش كان مدرب الهند بول بتاع الزمالك وعزم مدير فني بس برة الملاعب اصدقائك لا ده دكتور وده اصدقائك لما بتروح تطلب منه لعي ولا بتطلب منه كذا عمر ما يكسف كذا